اقواني واخواتي الافاضل مثل ما تلاحظون ما هي رسالة دي اكسن حول احلامك الى حقيقة رسالة دي اكسن في اربع نقاط النقطة الاولى او المحور الاول كن مهتما ومخلصا لصحتك هذه هي رسالة دي اكسن الرسالة الاولى نقول اربع رسائل او نقول اربع محاور او نقول اربع نقاط حول احلامك الى حقيقة اولا كيف تحول احلامك الى حقيقة حاول أحلامك إلى حقيقة كن مهتما ومخلصا لصحتك لأن صحتك هي رأس مالك ثانيا الرسالة الثانية هي الحرية المالية إذا أنت امتلكت الصحة وامتلكت الحرية المالية وسنشرح كيف تكون مخلص لصحتك وسنشرح الخطة المالية ثم الرسالة الثالثة نمط حياة راقي إذا امتلكت الصحة وامتلكت المال وكنت في نمط حياة راقي ثالثا المبادرة الذاتية DXN تريد أن تجعل من كل شخص منه هو قائد لأن من مميزات القائد أن يكون مبادر DXN تريد أن كل واحد بنا يكون هو مسؤول عن حياته ما تجعل أحد يقود حياتك أنت تقود حياتك أنت تقودين حياتك أنت تبادرين لتطوير ذاتك أنت تبادر لتطوير ذاتك أنت تبادر لأن تعيش نمط صحي أنت تبادرين لأن تعيش نمط صحي أنت وأنت وأنا نبادر لتغيير حياتنا صحيا ماليا اجتماعيا ف DXN رسالتها جميلة إذا كل واحد فينا فهم هذا الرسالة بالشكل الصحيح وطبق هذا الرسالة على نفسه ثم عكسها على مجتمعه أنت ستكون وأنت ستكون رقما مميزا في المجتمع سيذكركم التاريخ فأعضاء DXN هم ناس مميزون والتميز له ضريبة لذلك عجبتني مقولة تقول المميزين هم واحد في المية في المجتمع إلى ثلاثة في المية إلى خمسة إذا أردت أن تكون من الواحد في المية المميزين في المجتمع اترك ما يفعله الـ 99 الـ 99 ما مهتمين في صحاتهم الـ 99 يضيعون أوقاتهم الـ 99 ما عدهم علاقات طيبة في المجتمع الـ 99 يضيعون كثير من أوقاتهم على التواصل الاجتماعي فإذا أنت تريد أن تكون مميز اهتم بصحتك استثمر التواصل الاجتماعي بشكل الصحيح كن من بنات المجتمع كن من دعاة الخير ازرع كلمة طيبة مع أرحامك مع أقرباءك مع جيرانك هكذا الناس المميزين فدي أكسن تريد من أن نحول أحلامنا إلى حقيقة صحيا ماليا اجتماعيا سفر وترحال أن نكون مبادرين أن نكون الناس فاعلين ما نكون عالى على المجتمع حول أحلامك إلى حقيقة حسب كتيب شركة دي أكسن وحسب رسالة دي أكسن وحسب رؤية دي أكسن إذا كل واحد فينا فهم مشروع دي أكسن بالشكل الصحيح بالشكل المتوازن لأن من الناس ربما يفهم دي أكسن هي فقط صحة أو يفهم دي أكسن هي فقط مال أو يفهم دي أكسن هي فقط سفر لا يا أخواني وأخواتي دي أكسن هو مشروع شمولي فرجاء خذوا المشروع بالشكل الشمولي رجاء تعاملوا مع المشروع بشكل شمولي هو صحة هو مال هو علاقات هو تطوير ذات هو نمط حياة هو سفر هو زرع خير هو زرع ابتسامة هو أجر لمن يريد أن ينفع المجتمع لمن يريد أن يجعل في قلبه نية لمنفعة مجتمع صحيا وماليا واجتماعيا هو تطوير في مجال القيادة وفي مجال الإدارة وفي مجال الغذاء وفي كل نواحي حياتك فضروري من كل أخواتي وأخواني تعاملوا مع هذا الشركة بشكل رائع وجميل ومما أتذكر في المؤتمر الدولي الثاني كان في العراق فكان الأستاذ سليم شجير وإدارة الشرق الأوسط لشركة دي أكسن العالمية افتتحوا اللقاء فعجبتني كلمة لأستاذ سليم قال دي أكسن فيها حل لكل مشاكلك أو لكل مشاكلك صحة مال سفر علاقات تطوير ذات من الناس عندهم الصحة وعند المال ولكن عند الفراغ الفراغ قاتل فجاء دي أكسن كي تقول له انتهى زمن الفراغ أنت تستقطب تدرب تتابع ترد على أسئلة فريقة تردين على أسئلة فريقة تستمتعين بالمنتجات تستمتع بالمنتجات يتواصلون معك الناس معك الناس يسألونك عندك صفحة تقدم بها أفكار تقدم فيها حلول المجتمع إذن ماكو فراغ يعني تقول الآن وصلت إلى مرحلة 24 ساعة ما تكفيني لو يباع الوقت اللي اشتريته ولو تعرفون أحد يبيع الوقت بلغوني كي يشتريه الأولى أخواني وأخواتي كن مهتماً ومخلصاً لصحتك أخواني الأفاضل ثقوا لا يوجد شيء أثمن من صحتك بعد دينك لا يوجد شيء أثمن من الصحة ثقوا أخواني الآن لو امتلك ما امتلكت من المال ومن الجاه وكنت عليل وكنت عليلة تدفعين كل أموالك تدفع كل أموالك لأجل أن تشتري صحتك فيا أخواني دي أكسان جاءت لنا بأغذية صحية تعالج خلايا الجسم تغذي خلايا الجسم ما تعالج مرض معين فدي أكسان لا تريد منه أن نعتقد أن هذا المنتجات لمرض معين نعم نحمد الله عز وجل أن هذا المنتجات غيرت حياة كثير من الناس صحية اللي عنده سرطان وضغط وسكر وقالون وكل يتندخلنا في البداية وكانت عندنا مشاكل صحية ونحمد الله تعافينا ولكن يا أخواني دي أكسان تريد أن تقول للناس أنا عندي أغذية وليست أدوية لذلك دي أكسان منتجاتها تصنف إلى أغذية وأنا أذكر في بداية دخولي لدي أكسان كانت هناك استمارة يوقع عليها العضو أن لا يعتقد أن هذا المنتجات أدوية ولا يدعو لها كأدوية يدعو لها كأغذية طبيعية تغذي خلايا الجسم تنظف الجسم من السموم وتغذي الخلايا دي أكسان تريد مننا أن نكون مخلصين لصحتنا بأمرين لذلك الدكتور ليم عند نظرية تسمى خماسية الصحة الأغذية والمكملات الخمار والأنزيمات جسم الإنسان يحتاج إلى خمار والأنزيمات والخمار والأنزيمات نأخذها من شنو؟ نأخذها من الطعام والجسم يفرز هذا الشيء الطعام نتيجة الطهي ونتيجة الكيميائية التي تكون في الأغذية هذا الخمار والأنزيمات تفقد أو يبقى بشيء قليل طيب الحل؟ الحل نأخذها من بعض الفواكه وبعض الأغذية النادرة مثل عصير المورنزي، مثل الروسيال، مثل الكركدية الآن هذا عصائر دي أكسان تحتوي على خمار وأنزيمات طبيعية لأن دي أكسان تأصر هذه المنتجات بطرق علمية دون التأثير على الخمار والأنزيمات النظرية الثالثة أخواني هي نظرية الأغذية الخضراء لذلك مؤسس الشركة يؤكد على الأغذية الخضراء فلذلك أنصح نفسي وأنصح أهلي وزوجتي وأقربائي وزملاي وفريقي وأنصح كل من يسمعني ركز على الأغذية الخضراء أيضا من النظريات المهمة ليأكد عليها الدكتور ليم هي الرياضة اجعلي لك أو لكي جزء من الرياضة ممكن في البيت خمس دقائق عشر دقائق يومية ممكن مشي وليقدر يزيد هذا يكون أفضل فلذلك أقول لكل أخواني وأخواتي واضبوا على الأغذية والمكملات الطبيعية اللي هي تعتبر الآن تصنف أغذية أساسية لذلك مما لفت نظري غالبنا يسميه منتجات دي أكسان مكملات الآن جمعية الغذاء الأوروبية تقول أن هذه المنتجات لا تقول منتجات دي أكسان لأن هذه المنتجات معروفة قبل دي أكسان تقول هذه الأغذية التي هي سوبر عالية الغذاء عالية الفائدة تغذي خلايا جسم هذا الآن ما تسمى مكملات تسمى أغذية أساسية لأن الآن ما هو الحل فواكهنا خضرواتنا لحومنا دجاجنا سمتنا كل مهرمن كل كيميائيات وما نستطيع نستغني عنه الآن أحد يستغني عن الطماطع والإخيار والفواكه أقول لها الجواب لا طيب الحل الحل هذه الأغذية التي تنظف الجسم من السموم هذه الأغذية التي تغذي مع كثرة شرب الماء مع الرياضة مع الخمار والأنزيمات مع الخضروات والأكلات الخضراء مع قدر المستطاع نبتعد عن السكر وليستطيع إنهي قدر المستطاع نبتعد عن الزيوت المهدرجة وليستطيع إنهي قدر المستطاع نبتعد عن الخبز الأبيض وليستطيع إنهي تحول إلى الشعير أو الخبز الأسمر فإذا عشنا في بيئة صحية بالتالي جسمك سيكون صحيح وبالتالي أخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات سنعيش نمط حياة صحي وقليل ما نذهب إلى الطبيب بإذن الله لذلك أخواني وأخواتي الأفاضل لو رجعنا إلى الوراء 30-50 سنة آبانا وإجدادنا قليل ما يمرضون لماذا؟ أولا غذاءهم طبيعي ثانيا ما يتكدس الأكل في بطونهم أكل قليل ثالثا توجد حركة توجد رياضة الآن غالبنا من سيارته إلى منزله غالبنا ما عنده رياضة غالبنا قليل شرب الماء غالبنا ما عنده تعرق كي تخرج السموم فهذا هو السبب اللي كان آبانا وإجدادنا قليل يمرضون فلذلك جاءت دي أكسن بأغذية تخرج السموم جاءت دي أكسن بنظرية الرياضة بنظرية الخمار والأنزيمات بنظرية المواد الخضراء جاءت دي أكسن كي تجعل لنا ثقافة صحية وعي صحي نبتعد عن كل شيء في دهوم مهدرجة في سكريات نبتعد عن كثار الطعام لذلك دكتور لي من النظرية الخامسة يميل على إيش على أن تكون وجبة رئيسية وخمس وجبات قليلة أو ثانوية هذا النظرية الخامسة للدكتور لي ذكرنا أربعة وهذا الخامسة فلذلك أقول لكل أخواني وأخواتي إذا أردتم الاستمتاع بأجسام صحيحة بعيدة على المرض عليكم بالاهتمام بهذه النظريات عليكم بالابتحاد عن السكريات عن الخبز الأبيض عليكم بالرياضة عليكم من كثير من شرب الماء عليكم بالأغذية الطبيعية التي تساعد جسمكم على أن يخرج السموم أصالة ثانية مع دي أكسن حول أحلامك إلى حقيقة بعد أن تكلمنا عن الصحة أخواني وأخواتي الأفاضل الآن نتكلم عن رسالة مهمة بعد الصحة هو المال أخواني وأخواتي الأفاضل دي أكسن تريد أن توصلنا إلى الحرية المالية دي أكسن أخواني الأفاضل قدمت منتج يجعلنا أصحا وهذا الرسالة الأولى وقدمت نظام قدمت ثقافة الرسالة الثانية قدمت لنا نظام مالي قوي نظام مالي مانح قدمت لنا عضوية أنت وأنا جالسين في مكاننا في منزلنا نستطيع نكون فريق في كل عالم بأي طريقة عن طريق السوشال ميديا عن طريق العلاقات الأقارب أنا أسافر لدولة وأتعرف على ناس دي أكسان فاتحة فروع لحد هذا اللحظة في 81 دولة وعندها توصيل 180 دولة في العالم والفروع في ازدياد المتوقع خلال الست أشهر القادمة يمكن أن يكون معادي أكسان 90 فرع في العالم المتوقع خلال الثلاث سنوات القادمة أن يكون ممكن 120 دولة إلى 130 فأقول لأخواني وأخواتي هذا النظام الآن نظام البيع المباشر الآن هذا النظام كثير من رؤساء الدول يثنون عليها عمالقة المال لذلك نجد أن وارن بافيت ثالث عملاق في المال في العالم يقول أفضل استثمار استثمرت في البيع المباشر في هذا التسويق نجد أن بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت هذا العملاق اللي صنفه بعض النظمات المالية صنفت الأول على العالم منه من صنف الثاني أمازون الأول بيل جيتس في مقابلة سئله لو انهارت ثروتك أو أردت البدأ من جديد كيف تبدأ؟ قال أبدأ مع صناعة البيع المباشر فأقول لأخواتي هنيئا لكم أنتم مع الصناعة القوية أنتم مع المشروع القوي هذا الصناعة تصمى صناعة القرن الواحد وعشرين لذلك أنا في قناتي قناة المدرب لوأي محمد نقلت نقلت فيلم وثائقي لأحد عمالقة هذه الصناعة يتكلم عن لقاء مع عمالقة الاقتصاد كيف يتنون على هذه الصناعة؟ الآن لو سألت أي موظف تستطيع أن توصل إلى الحرية المالية تمتلك المال مع الوقت المقصود أخواني بالحرية المالية هو المال مع الوقت لو سألت أي تاجر ممكن يمتلك المال بس ما يمتلك الوقت لو سألت أي جراح مشهور ومشكورين الأطباء تمتلك المال والوقت؟ نعم يمتلك المال بس ما يمتلك الوقت أخواني وأخواتي الأفاضل أنتم مع المشروع المناسب أنتم مع الشركة الراقية مع الشركة العملاقة مع الشركة التي تتجاوز أعفاءها 8 مليون ونصق بالتسعة مليون عضو في العالم فيها أخواني أنتم مع المشروع أنا اعتبره في شرق العالمين يعتبر الثاني أو الثالث بعض المنظمات الصنف الثالث وبعضهم الصنف الثاني أنا اعتبره في الشرق الأوسط الأول مع التقلبات الأمنية والاقتصادية فهو الأول اللي لا يوجد فيه خسارة فدي أكسن قدمت لنا عضوية أنا جالس في مكاني أستطيع أن أسوق وأبيع أنا جالس في مكاني أستطيع أكون فريق في كل عالم وأدرب وأتابع وأنمي الفريق دي أكسن أعطتني عضوية أستطيع عن طريق صفحتي في الفيسبوك أعلم الإعلام ممول على أي دولة دي أكسن أعطتني عضوية أستطيع أتعامل مع أي لغة أنا أتكلم فرنسي ممكن أستقطب وأبني فريق في الدول تكلم لغة فرنسية إنجليزية في الدول العربي في الدول كوردي باللغة الكوردي ترك ما فيا أخواني يا أخواتي أنا والله والله أقول هذا البزنس لو لأني دخلت فيه وتلمسته لو شخص يجي يكلمني عنه أقول ما معقول ما فيه عمل شركة تأتي تجعلني شريك معها منها المنتج ومنها المصنع ومنها الفروع ومنها المزارع وأنا على قدر ما أسوق أكون شريك فأنتم شركاء مع شركة عملاقة فأحمدوا الله أولا إن الله عز وجل وفقتهم لهذا المشروع أحمدوا الله عز وجل ثانيا على هذا المنتجات أحمدوا الله عز وجل على هذه العضوية العالمية فدي أكسن جاءت لنا بالمال وجاءت لنا بالوقت أحمدوا الله عز وجل أن هذه العضوية فيها نظام تورير أحمدوا الله عز وجل أن هذه العضوية تبدأ من مكانك ولا تعرف أين تنتهي والله قبل أيام أفتح السيستم وأجد أن فريقي في 85 دولة أسأل الله أن يبارك لي ولكم فلا يوجد مثل هكذا مشروع أن 85 ليس أنا جبتهم كلهم ممكن أنا جبت كذا دولة نعم بس فريقي أنا دعيت سين وسين كلم صاد في فلان دولة وعين كلم فلان في غير دولة أنا معي تقريبا 154 شخص مباشرين 154 شخص واحد حيجيب واحد أصبح الفريق لهذا اليوم أحنا في 2019 لأن هذا المحاضرة سيقول للأجيال كي نوثق أحنا لهذا اليوم 2019 في 19 11 أنا فريقي تجاوز 42 ألف طيب هل أنا جبتهم أنا بديت بكم شخص العمل انتشر فلذلك أقول لإخواني هذا الصناعة تسمى كريزي بيزنز الصناعة المجنونة التي ليس لها حدود لذلك نجد أن عمالقة المال والاقتصاد الآن يقولون هذا الصناعة هي صناعة القرن هذا الصناعة هي صناعة القيادات هذا الصناعة صناعة المال فقط اعملوا في هذا المشروع بشكل جيد فدي أكسن جاءت كي توفر لنا الحرية المالية المقصود بالحرية المالية أخواني وأخواتي الأفاضل هو المال مع الوقت ربما من الناس يمتلك وقت بس ما يمتلك مال يمتلك مال ما يمتلك الوقت فدي أكسن جاءت لنا تقول هذا مشروع تعامل معه بحرية كيف تتعامل كيف تسوق كيف تستقطب على قدر ما تقدم من تسويق للشركة هي ستكافت هي ستعطيك الأرباح فتخيل أخواني أنت تبدأ أو أنت تبدأين خلال ستة شهر حيكون فريقك لو عملت بجهد حيكون ألف ألفين مع سنة سنتين مع خمس سنوات حيكون ربما مئة ألف مئة ألف وكل شخص يستهلك صابونه ويدعو الناس لها كم أرباحك كم أرباحك إذن أنت وفرتي مال ووقت فأقول هنيئا لي ولكم بهذا المشروع وأسأل الله أن يبارك لي ولكم أن ننتفع من هذا المشروع ونكون رسالة ينتفع منها مجتمعاتنا أن نكون رسالة ينتفع منها أهلنا وأقرباءنا ودولنا هذا الصناعة جاءت كي تقوي اقتصادنا واقتصاد مجتمعاتنا واقتصاد دولنا وستشكركم الدول ستشكركم المجتمعات لأنتم أنتم رواد هذا الصناعة الأخوة والأخوات في العراق أنتم رواد هذا الصناعة الأخوة والأخوات في الأردن أنتم رواد هذه الصناعة في دول خليج أنتم رواد هذا الصناعة في السودان في تركيا في أورب كل شخص بدأ بهذا الصناعة خصوصا بلداننا بلدان الشرق الأوسط المشروع جديد فأنتم بناتها الأجيال تنتظركم ثقوا يا أخواني الناس يبحثون عن ناجحين لأي الآن من نجح مجتمعي من الأقارب والزملاء والأصدقاء يرون شخصية ناجحة فثقوا أنا أعمل لنفسي وأعمل لمجتمعي أعمل لأقرباي أعمل للزملائي لأنهم ينظرون لي فأقول لكل شخص عندما تعمل في هذا المشروع اعمل بجد واجتهاد فإن مجتمعك ينتظرك إن أهلك ينتظرونك أقربائك ينتظرونك اعمل باجتهاد في هذا المشروع كي تكون طريق تنير الضوء للنساء اللي جالسة في البيت للخريجين والخراجات للمتقاعدين متقاعد عند طاقة طلع من التقاعد انتهت خدماتها حسب القوانين يبقى في المنزل حائر كيف يقضي وقته انت جئت بمشروع هو صحي هو ما انت أتيت إليها غيرت حياتها أحمد الله عز وجل ان لؤي غير حياة كثير من الناس أحمد الله عز وجل ان لؤي سيكتب عنه التاريخ فثقوا يا أخواني وأخوات سيكتب تاريخ البشر عنك وإذا أخلصت النية سنجد هذا عند رب العالمين فأقول لأخواني وأخواتي هنيئا لي ولكم بهذا المشروع وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم ونكون أصحاب رسالة ننفع أنفسنا وننفع مجتمعاتنا رسالة الثالثة من رسائل DXM بعد أن تعرفنا أن DXM من رسالة تحول أحلامك إلى حقيقة عن طريق الصحة كن مخلص صحتك وصحتك الرسالة الثانية هي الحرية المالية أن تمتلك المال والوقت الرسالة الثالثة DXM تريد منه بعد أن امتلكنا الصحة والمال أن نعيش نمط حياة راقي إذا أنت كنت صحيح وامتلكت المال كونت فريق تعبت تعبتي أنت تعبتي ماذا ستأتيكم؟ ستأتيكم الدعوات ماذا سيأتيكم؟ سيأتيكم الشكر ماذا سيأتيكم السفر والترحال؟ DXM تقدم رحلات دولية سنوية انتظر الرحلات ماذا سيأتيكم؟ ستقدم لكم الدعوات إضافة لرحلة الدولية من الدول كي تأتي وتتكلم عن قصتك ستقدم لكم إدارة الشركة دعوات كي تأتي مثل ما أحمد الله عز وجل كنا أنا وأخوي أستاذ حسام وأستاذ صدام من العراق مقدمة لنا رحلة دولية على حساب الشركة كي نعطي كلمة في سلطنة عمان قبل شهر وكنا الحمد لله في تركيا وكنا قبلها في ماليزيا والآن بإذن الله صلى الله نوفقنا سنكون في الأردن وفي دول خليج وفي كل دول عالم وكنا في أذربيجان قبل فترة وكنا في ماليزيا أيضا أربع أو خمس مرات إذن DXM تريد مننا أن نعيش نمط حياة راقي صحي مالي اجتماعي روحاني أنت وأنت عندما تغيرين حياة شخص صحيا أو ماليا بسببك أنا الآن أمامي جالس الأخ دوريد أبو حذيفة وأنا أنظر إلى وأنا سجل لكم أنا من أشوف دوريد تغيرت حياتها صحيا أسأل الله أن يبارك له وتغيرت حياتها ماليا وأصبح عدد فريقة تجاوز كم 18 ألف 18 ألف الأخ دوريد الآن يمي أحد أخواني بديت ويا قبل تقريبا سنتين ونص والآن أرى أن الأخ دوريد فريقة 12 ألف أنا كنت سبب وتشاركنا مع الأستاذ دوريد في تكوين هذا الفريق فأنا الآن سعيد من أرى الأخ الحبيب فراس أبو أحمد أحد أخواني وشركائي قدمت للمشروع والآن فريقة تجاوز 11 ألف أو 12 ألف من أرى الأخ الحبيب مروان الأخ نجم أرى الأخ أحمد عبود أرى الأخ عمر الأخ ظاهر أرى الأخ أستاذ رعد أرى الأخ دكتور هيثم الأستاذ صبار الأستاذ كامل الأستاذ جاسم الأستاذ نجم أرى فريقي أرى الأخ باسل فيه في سلطنة عمان أرى الأخ أبو يقضان وميقمان فيه تركه أرى الأخوات الأخت حنان والأخت عابدة أرى الأخوات في المغرب الأخت حنان والأخت خديجة والأخت نعيمة أرى فريقي بدي يمتد في دول أرى الأخوة علي عبد الباقي وأرى الأخ أننا أحد أحبابنا أخواننا في الرياض الأخ أبو رتاج أرى فريقي بدأ يمتد يعني خلي سامحوني بعض الأخور ربما ما ذكرت أسمائهم ولكن أنا سعيد بهذا الفريق اللي كنت سبب في تغيير حياته صحيا هذا النمط حياة راقي أن يكون لنا تواصل في المجتمع أن يكون لنا تواصل مع الأهل مع الجرام فدي أكسن خلتنا نكون إذا كنت اجتماعي ازدادت اجتماعي تفاعل المجتمع دي أكسن عبارة عن مشروع اجتماعي نمط حياة راقي دي أكسن تدعوني للتطوير والقراءة أولا لابد أن أطور من نفسي ومهاراتي فضل الفريقي لابد يرى مني معلومة جديدة فدي أكسن خيرت حياتنا ربما كنا بعض الأوقات نجعلها تذهب ما نتنفيها الآن دي أكسن قالت لي لا تجعل وقتك يذهب هكذا ربما نكون في سهرات أو باللغة الجلفية العراقية تعليلة ربما هي غير نافعة الآن بفضل الله عز وجل أصبحت جلساتنا نافعة ما نزلش في الجلسة اللي تذهب فيها الوقت كثير مننا ربما يستخدم التواصل الاجتماعي ويقضي فيها أوقات يقول منوره ومنوره وكذا إلى آخر من الكلام اللي ما بي منفعة الآن بفضل الله تغيرت حياتنا في استثمار التواصل الاجتماعي عكسنا هذا على أخواني وأصبح بسببنا كثير من الناس يستثمر التواصل الاجتماعي بالاستثمار الصحيح فلذلك أقول لكل أخواني وأخواتي أقول دي أكسن جاءت لتجعل مننا نعيش نمط حياة راقي دي أكسن جاءت كي تقول لنا أنتم وناس فعالين في المجتمع لا تريد مننا دي أكسن أن نكون وناس نكون ونعيش في هذه الدنيا فقط لأنفسنا نعيش في هذا الدنيا كي ننفع وننتفع نعيش في هذا الدنيا نترك رسالة أنا سعيد جدا الآن عندما أروح إلى تركيا وليدخل على صفحتي صفحة المدرب لأي محمد كان لي لقاء في بولو بعد أن كنا في المخيم في اسطنبول ورتب الأخ أبو يقضان قاعة وكان حاضر فيها أعداد كبيرة بسبب أبو يقضان وميقضان وأنا أحييهم من هذا المكان ودعوا زملائهم وفريقهم وكانت القاعة مملوئة إذن بسببي أنا كلمت شخص هذا الشخص جاء فريق أنا سعيد جدا أنه عندي أخو أخوات في الأردن في المملكة العربية السعود في دول خليج في السودان في العراق في كل مدر فأنا سعيد جدا أن يكون لي فريق في أوروبا في أمريكا في كندا في باكستان في الهند أنا سعيد جدا أن يكون لي فريق في كل بقعة إذن أنا أينما أكون لو زرت الأردن لي أخو وأخوات هناك لو احتاجت شغلة من دول خليج لو احتاجت شغلة من أوروبا لو احتاجت شغلة من أمريكا إذن هذا الصناعة جعلتنا نعيش نمط حياة راقي لنا أخوة ولنا أخوات في كل بقعة هذا الشركة جاءت تقول لنا اهتموا بأوقاتكم اهتموا بصحتكم عيشوا نمط اجتماعي راقي علمتنا دي أكسن أن نكون إيجابيين دائما نزرع الابتسامة دائما نزرع التفاؤل هذا هو النمط الحياة الراقي اللي يفتقده كثير من المجتمعات تفتقده كثير من رجال ونساء تفتقده كثير من العوائل دي أكسن جاءت أن تعلمنا الإيجابية تعلمنا الطموح تعلمنا إدارة الوقت تعلمنا إدارة الذات تعلمنا إدارة المال كثير مننا لا يحسن إدارة المال أخواني وأخواتي الأفاضل أنا أشكر دي أكسن فاددني كثيرا في إدارة المال أفاضل وأخواتي الفضليات الرسالة الرابعة من رسال دي أكسن المبادرة الذاتية لتحقيق الأحلام أخواني وأخواتي الأفاضل مما سمعت واستمتعت واستفدت لأحد مدربي التنمية البشرية له عبارة جميلة قال لا تكون الشخص الجالس بجنب السائق يقول من الناس كأنه في الحياة جالس بجنب السائق أقرب لكم الصورة وهذا له ربط في رسالة دي أكسن من الناس كأنه جالس بجنب السائق اللي يعرف القيادة أو اللي أخوه أو أخته أو يعني من أقرباء من جيرانه من زملاء يعني عنده سيارة هو صاعد بجنب السائق أو هو يسوق السائق يتحمل مسئولية حتى إذا واحد يحكي وياه يكون بجنبه يتحمل مسئولية اللي يباوع على المراية الجانبية المراية الأمامية يباوع على الطرق يباوع على الإشارات حتى إذا واحد يحكي وياه يكون هو مجدود إذا كان في الزحمة مجدود بينما بجنب السائق ما مهتم مطمئن أنه أكو سائق يسوق في الازدحام ما مهتم في السرعة ما مهتم في الطرق الوعرة ما مهتم هو ما مهتم أكو شخص يقود للسيارة فهذا أحد مدربية تنمية البشرية عجبني بهذا المقولة أن يقول لا تكون إنسان أكو شخص يقود حياتك تحمل مسئولية إذا كنت أنت رب لأسرة تحمل مسئولية أسرتك إذا كنت أم تحملي مسئولية أسرتك إذا كنت أنت في دائرة إذا كنت أنت في مسجد إذا كنت أنت في قبيلتك ذو شيئين إذا كنت أنت في مجتمعك ذو شيئين تحمل مسئولية تحملي مسئولية فديكسن جاءت تقول لنا أنت مسؤول عن نجاحك أنت مسؤول عن صحتك أنت مسؤول عن مالك أنت مسؤول عن تحقيق ثروة أنت مسؤول عن تعيش نمط حياة راقي أنت مسؤول أن تبني فريق متعاون ليس فيه مشاكل لأن أخواني وأخواتي الأفاضل إذا أنت دي أكسا قدمت لك أو أنت قدمت لك مكملات ولكن أنا السكريات والزيت المهدرج والخبز الأبيض ولا توجد رياضة والطعام الكثير فأش تعمل معك المكبه؟ نعم ممكن أن تقدم لكم شيء من الحلول بس ما تغير حياتك صحيا فلابد أنت تكون مسؤول عن تغيير حياتك لابد أن تكون أنت في منزلك مسؤول عن تغيير حياة عائلتك وتأثرين بيهم مع الأيام اللي ما ممكن أن في أول يوم نريد أن نمنع السكريات وزيوت المهدرجة ونغير لا مع الأيام والليالي إذا كنت أنت في أسرتك أو كنت أنت مع أهلك جالس ابدأ بايا بايا أو خطوة خطوة بتغيير حياتهم فلابد أنت أن تبادر وتكون أنت مسؤول إذا تريد أن تكون فريق وتكون مال وتكون ثروة لا توقع أحد يجيبني لك فريق أو أحد يبني لك فريق فلابد أن أتعلم بشكل صحيح عن هذه الشركة وعن الاستقطاب كيف والتدريب كيف والمتابعة كيف وأسأل الناس الناجحين وأبدأ أتحمل مسؤولية أتعلم عن السوشال ميديا كيف أنشئ الصفحة كيف أعمل إعلام ممول كيف أرد على الناس كيف أستخدم الإنستجرام العلوم موجودة في اليوتيوب والناجحين موجودين كثيرين مع هذه الشركة والكل ما شاء الله أعضاء هذه الشركة كلهم يبذلون كلهم يقدمون وإن لم تكن من فريقة أو فريقة فأقول لكل إخواني وأخواتي أنت مسؤول وأنت مسؤولة عن تكوين فريق نعم السبونسر والليدر ممكن يساعدني بالتدريب برشادي للطريق الصحيح ولكن لو جاء وأرشدني وأنا ما ريد أن أغير حياتي ما ريد أن أتعلم ما ريد الأعذار أمامي توجد محاضرة والله عندي ظروف يوجد مخيم والله عندي ثروف يوجد مؤتمر عندي ظروف توجد محاضرة في القروبات ما عندي مجال إذن أخواني أنت ما تستطيع وأنت تستطيعين تغيير إذا ما أكو نية من الداخل للتغيير قناعة من الداخل للتغيير نعم راعي الفريق والمدرب ممكن يكون بنسبة عشرين روح بنسبة ثلاثين وروح بنسبة أربعين بس لا توقعون أكثر هو يدلي ويرشد ولكن إذا ما كان دافع التغيير من الداخل لن نتغير فلذلك أقول لكل أخواني وأخواتي إذا أردتم أن تكونوا فريق يحتاج إلى بذل إلى جهد إلى مبادرة الأمر الثالث دي أكس أن تريد أن تعيشكم بنامط حياة راقي إذا الإنسان ما يريد أن يكون اجتماعي إذا الشخص ما يريد يستمتع بنجاحاته إذا الشخص ما يتعاون مع فريقه إذا الشخص ما يحتوي الصدمات التي تكون بالفريق تخيلوا أنا الآن لأي فريقي بهذا العدد هل تتوقعوا ما يكون مشاكل نعم تكون ولكن أنا واجبي أن أطيب النفوس واجبي أن لا أجعل حزازية بفريقي واجبي على أن أجعل الفريق متماسك متحاب متعاون وأحمد الله عز وجل يعني ربما أقول من أقل الفرق يعني فيها مشاكل أصلا الله أن يبارك ديولكم فريقي غالبهم متعاونين غالبهم متحابين غالبهم يتزاورون غالبهم وهم مو من فريق واحد يعني هذا خط وهذا خط يتزاور مع هذا هذا خط وهذا خط يقدم لآخر هذا كيف كان؟ هذا كان بوجود شخصية أرادت وابادرت أن تعيش نمط حياة راقي وتستمتع مع الفريق وتتعاون مع الفريق ويتزاور مع الفريق اليوم أحمد الله عز وجل كنا في دعوة عند الأخ فراس أبو أحمد وكنا في فريقي من مختلف الخطوط وأيضا كنا قبل أيام عند الأستاذ دوريد وقبل أيام كنا عند الأخ مروان وقبلها كنا عند الأخ ياسر وقبلها كانوا عندي وسنكون عند الأخ نجم وهكذا يا أخوان وأخواتي فلابد أنت تكون مبادر للتآلف والتراحم لو سمعت كلمة من هذا لا تنقولها لهذا كن مبادر بعمل سفرات كن مبادر بالتواصل مع الأقارب والزملاء كن مبادر بالتواصل مع الجيران استمتع بالعمولة استمتع بالصحة استمتع بالفريق استمتع بالرحلة استمتع مع زوجتك وأولادك لو كنت متزوج استمتعي مع زوجتك وأولادك لو كنت متزوج استمتع مع أمك وأبوك لو كانوا أحياء فأقول لكل أخواني ممكن أنت تبادر للاستمتاع بحياتك فDXN جاءت تقول لنا لابد أنت تبادر فDXN جاءت تريد أن تصنع مننا ناس مبادرين لتغيير حياتهم صحيا وماليا واجتماعيا وDXN تقول لك أنت وأنت مسؤولة وDXN قدمت لنا منتج وقدمت لنا نظام وقدمت لنا عضوية مجانية وقدمت لنا فروع في أكثر من 81 دولة وقدمت لنا وسائل مفتوحة كيف تريد أن تستقطب ما حصلتك في مجال ممكن عن طريق السوشال ميديا الأقارب الزملاء الجامعة الوظيفة المسجد أي طريق ممكن أنت تكون فيه فريق دXN أتاحت لك فالمبادرة بيدك والطريق بيدك والنجاح عندك والنجاح عندك فقط بادر وبادري أقول لكل أخواني وأخواتي احمدوا الله أنتم في صناعة تسمى صناعة القرن وأنتم مع شركة رتبتها 15 لهذه اللحظة وهي بإذن الله في القريب ونعمل أن تكون ضمن أفضل عشر شركات في السنة القادمة أنتم مع منتجات متميزة أنتم مع عضوية متميزة أنتم مع مدربين في الشرق الوسط من خيرة المدربين فأقول لكل أخواني وأخواتي أصلاً يباركي ولكم والآن انتهى معنا اللقاء أخوكم وشريكم في النجاح أتمنى أنه قدمت شيء نفعت نفسي ونفعت وخدمت بأخواني وأخواتي وأصلاً يكون هذا الشيء في الدنيا أجده وأسأل الله أن يوم القيامة أجد هذا الشيء وهذه المعلومات التي بإذن الله أأمن أن تغير حياتكم وقدمت شيء جديد لكم أخوكم وشريكم في النجاح رائد الأعمال وخبير التوسويق لؤي محمد